أعلنت لجنة المرأة في النادي الكويتي لرياضيات الإلكترونية عن انطلاق بطولة للألعاب الإلكترونية النسائية في 25 أكتوبر رح نسولف عن هذه البطولة وعن دور النادي الكويتي للألعاب الإلكترونية خاصة خنقول في موضوع النساء بما أننا ما شاء الله الأسبوع اكتسحنا الأخبار الحلوة موضوع الجيش وموضوع الألعاب الإلكترونية النسائية يعني حلو الواحد إحنا كبنات نحتاج هذه الأمور أكيد في حياتنا الرحب أكيد في ضيوفنا اليوم الأستاذ عبدالله مساعد العلي رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية والجوهرة الشاهين عضو لجنة المرأة وندى الغربالي نائب رئيسة لجنة المرأة ومن صندوق النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية حياكم الله معنا صباح الخير بالبداية أخ عبدالله كلمنا عن دور النادي والألعاب الإلكترونية وشنو أهمية هذه النادي والأنشطة التي تقومون فيها إن شاء الله أهوشي صباحكم الله صباح النور ماشكورين على الاستضافة النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية ينسق بطولات للألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية وغير هذا الشغل هذا يسوي ورش عمل حق المدارس والجامعات لتثقيف الطلبة وأولياء الأمور على الرياضة وطبعا نشرح لهم شنو الزوايا المختلفة اللي في الرياضة الإلكترونية والفوائد وطريقة الممارسة بشكل صحي ومفيد ناخد تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع شنو الأنشطة؟ أهي رياضات الإلكترونية فيها أكثر من لعبة فيه رياضات فيه ألعاب رياضية فيه ألعاب استراتيجية فيه ألعاب لها علاقة بالبناء المدن وفيه ألعاب لها علاقة في الإدارة فالألعاب هذه المختلفة كلها نسوي لها بطولات نخلي المشتركين يلعبون فيه سواء كان الأونلاين ولا الأوفلاين إذا صار الأونلاين كل واحد من بيتهم وإذا الأوفلاين تكون عن طريق الصالة اللي هي مزودة بالأجهزة الإلكترونية وصير بطولة بينهم تنافس طبعا بروح رياضية عالية أكيد ندا إذا بنتكلم عن تحضرون حق بطولة خاصة للنساء طبعا ولو أنتكلم عن هذا الموضوع طبعا إحنا أوشي صباح الخير صباح النور طبعا في بطولة إن شاء الله عقوب سبوعين الحين بلشنا تسجيل التسجيل أونلاين هم من ثلو ويب سايت يتم التسجيل فيه وإن شاء الله تاريخ 25 أكتوبر رح يكون البطولة حق يوم واحد بمبلغ 1500 دولار حق أول ثلاث مراكز ممتاز حق كل أنواع البطولات اللي ذكرها سعد عبد الله صح الجوهرة صباح الخير صباح النور نبي أنتكلم عن أهمية تخصيص بطولة خاصة حق البنات إيه هو فيه وايد لاعبين محترفين اللي يكونون نسائية فحلو أن نجمعهم مع بعض يتنافسون يلعبون مع بعض لأن مثلا إحنا خلصنا وسوينا بطولة تحق الشباب والريايل فحلو أن نسوي بطولة خاصة للنساء حلو وشفتوا فيه إقبال يعني من البنات في التسجيل في الألعاب يعني شفتوا فيه إقبال على هذا الموضوع صح هو فيه إقبال ولكن شوي ضعيف مثلا فيه مثلا بنات يخافون ولا مثلا يستحون أن يشاركون يفضلون مثلا يكون الأونلاين اللي هو مثلا بالبيت بالبيت وتجربة يديدة عليهم إيه بس الأوفلاين يعني فيه رهبة لالحين فيه رهبة فإحنا ودنا نكسر هالرهبة هذه ويشاركون معنا ونشجعهم طبعا إيه لأننا دائما نشوف هذه الأنواع من الألعاب الإلكترونية خاصة بالشباب أكثر فممكن تكون يديدة على البنات يعني ممكن إذا صار عليها إعلان أكثر وخلنشوف يعني التاريخ 25 أكتوبر ممكن تفتح باب أكثر حق النساء بالمشاركة أتمنى صراحة إن شاء الله أخ عبدالله ودي أسئلك شنو دور النادي في دعم هذه البطولة النادي أول شيء يجوم من الألف لليائه ينسق البطولة ويعلن عنها يهتم في المنظمين والتصوير عسان التقضية الإعلامية غير هذا يقدم طبعا الدعم الفني والدعم اللي هو لعلاقة بالجوائز من مداليات وكؤوس وجوائز نغدية يعني أنت تأخذون الدعم أكيد من النادي إيه إحنا ناخذ الدعم من النادي ونرحب طبعا بالشركات اللي تحب تدعم هذه البطولات إن شاء الله أكيد ندا ودي أسئلك عن الإجراءات والاحترازية اللي تصير أثناء البطولة يعني أكيد فيه شروط معينة أمور معينة خاصة في البطولة المقر اللي إحنا بنسوي الحين فيه البطولة رح يكون مثلا الجهاز ترك بين كل لاعب ولاعب وهم أن أخذينا المكان هذا طبعا يكفي مثلا دبل اللاعبين فكل شيء منظم على حسب الاشتراطات السحية وبالنسبة حق الأعمار الأعمار من 13 وما فوق 13 وفوق يقدروني سجد وهل لا زال التسجيل يعني مفتوح يفتحها قبل أمس لي متى؟ لي يوم 24 يوم قبل البطولة لي قبل البطولة بيوم بيوم نعم أكيد يعطيكم العافية يعني ودي أتكلم عن الهدف من يعني من إقاوة هذا النوع من البطولات يعني بطولة صراحة يديدة علينا صح شنو الهدف من هذه البطولة؟ طبعا هذه الفئة يعني خاصة الألعاب التريني هذا طبعا شيء يديد على الكويت يعني هو موجود أكيد ولكن يعني هالنادي هذا طبعا يعني يعني نركز على هال على اللاعبين طبعا ولكن إحنا الفئة النسائية هذه ودنا نشجعها ونكون معاها يعني بكل الطرق من اللاعبين من المذيعين من المعلقين من الـ graphic designers من المصورين إحنا ودنا هما نغطي على كل الجوانب هذه حلو مسجلين؟ أنا لا أنا ما ألعب بس أنا أدعم الناس تاني اللي يلعبون يشجع يعني يسجلون متاز إذا نتكلم عن دور اللجنة في البطولة؟ طبعا دور اللجنة أنها تكون أهم شي حضورها لش أن حضور لجنة المرأة التي تتكوم من خمس أعضاء راح يكون يشجع البنات اللي راح يشاركون كمشتركين فمثل ما قالت الأخت ندا والأخت الجوهرة إحنا عندنا الله سلمش مو بس اللاعبين اللي راح يكونون أساسيين بالبطولة عندنا المصورة عندنا المعلقة عندنا المنظمة كل العناصر راح تكون من عنصر المرأة وطبعا اللاعبين بشكل أساسي وهم راح يكون الموضوع الإيجابي بالنسبة لهم التفاعل الاجتماعي والتفكير الاستراتيجي والتخطيط الجماعي هذه كلها أمور مفيدة وممتازة أكيد نسولف أكثر عن موضوع دور المرأة في اللجنة يعني شنو راح يكون دورها في البطولة؟ فمثلا دورنا إحنا أن ننظم البطولة وأن نشجع النساء والبنات الصغيرة أن يسجلون بالبطولة وأتوقع هذا الشيء أن يعني يحط في النساء يشجعهم أن يلعبون زيادة ويحط فيهم أن يرفع لما يسجلون ويتنافسون مع اللاعبين المحترفين الآخرين ممتاز يعني تلاحظين فترة كورونا هي افتحت لكم هذه الفكرة ونلاحظ أيضا حتى البنات اتجهوا حق الألعاب الإلكترونية خنقول مثلا بالبيت نشوفهم حتى بالكفهات كلهم ماسكين الألعاب الإلكترونية ويلعبون يعني بشكل عام الألعاب الإلكترونية فتلاحظين أن فترة كورونا هي اللي افتحت لنا هذا الباب صح هذا طبعا يعني أنصر الكورونا طبعا ولكن صراحة هذا المستقبل أكيد إذا بتكلم عن الأنشطة إن شاء الله المستقبلية هل في خطة يعني تم تجهيزها؟ والله إن شاء الله عقب هذه البطولة هذه تعتبر بطولة الأولى التي هي مخصصة فقط حق العنصر النسائي نطمح أن عقب هذه البطولة هذه راح يتشجعون بزيادة ويعني أي موضوع حتى وإحنا نتكلم عنه بهالبرنامج وأنت وحضراتكم قاعد يعني استضفتونا ونتكلم عن موضوع بطولة المرأة كلها أشياء تدعم هذا الحضور المشاركة فراح تكون إن شاء الله بطولة في 25 شهر لجنة المرأة راح تنسقها وحتى لو تشرفين الأخدفاتنا في بطولة أنا راح أسجل أنا مع المرأة وبالعكس فكرة حلوة وحلو إن الواحد يعني يجرب خطوة يديدة لو هو ما كان مجالة بس فترة كورونا جربنا كل شيء صراحة يعني هذا الفترة علمتنا وحلو إن الواحد يشارك وبالعكس تجربة حلوة كل مأخيرة حابين يضيفونها طريقة التسجيل طريقة التسجيل من تطبيق Game On يسجون فيها ينزلون الأاب ويسجون فيها النساء طريقة التسجيل طريقة التسجيل من تطبيق Game On ممتاز حق اللي عمارهم من 13 وفوق التسجيل مبلش من أمس لي تاريخ 24 أكتوبر عبارة عن ألعاب إلكترونية رح يكون في لجنة وفي يعني ألعاب إلكترونية وفي ثلاث جوائز ألف وخمسمائة دولار صح؟ صح ثلاث مراكز أي أول شنو حابين يضيفون بالخيتام نحن نتمنى لهم التوفيق طبعا والكلمة الأخيرة للبنات طبعا نحن نتمنى أن البنات يسجلون ويتفاعلون معنا على أساس إحنا بعد نستانس نشوفهم إننا موجودين والله يوفقهم إن شاء الله في فيديو حاطينا سنقول بالسوشال ميديا يعني يعرف عن أنواع البطولة طبعا أكيد هو كل شيء موجود بالإنستجرام بالأكاونت كويت إي سبورتس نعقب بذا تبين نعطي شيء يا فاطمة أخذ فاطمة أكيد ورح يشوفهم كل الديتيلز موجودة هناك أكيد طبعا شكرا لوجودكم معنا اليوم ويعاكم العافية وأكيد موفقين في التجربة الأولى وأكيد رح نشوف شيء حلو في تاريخ 25 أكتوبر حيث كل من حاب يسجل عندكم ليه تاريخ 24 أكتوبر فكرة حلوة وتجربة يديدة وما يمنع أن الواحد يجرب خصوصا نحن حين صرنا صارت حياتنا كلها على التواصل الإلكتروني كل شيء قاعد نستخدمه خنقول حياتنا صارت كلها على الآيباد وعلى الألعاب الإلكترونية حياتنا صارت أكثر إلكترونية نشكر وجودكم معنا اليوم الأخ عبدالله مساعد العلي رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي لرياضات الإلكترونية والجوهرة شاهين عضو لجنة المرأة وندى الغربالي نائب رئيس لجنة المرأة أكيد شكرا لوجودكم معنا حياكم الله خنأخذ هالفاصل ونرجع معكم مشاهدين في برنامج كويت اليوم